اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي الخطة عشان تنجح لازم تكون خطة منظمة مرتبة بنقاط عندي واحد اتنين تلاتة النظام اهم شيء بعد ما ارتب المعلومة بروح بسلمها لعقل الطفل اكون حريصة جدا انه ما تدخل لعقله غير وهي مرتبة بعطيها للطفل وهي منظمة نرجع للقراءة القراءة في اكتر من طريقة لتعليم القراءة في عندنا اول طريقة القاعدة القاعدة المكية والقاعدة النورانية والقاعدة البغدادية وفي القاعدة الحلبية قاعدة نور البيان طبعا كل هاي القواعده كل هاي الطرق نتائجها ممتازة جدا بس طبعا هي بتعتمد على المعلم اللي بدرس هاي الطريقة هو وش طهرته القاعدة اللي رح ندرسها احنا هي قاعدة نور البيان شو هي قاعدة نور البيان هي خطة منظمة بيتعلم الطفل فيها التهجي او القراءة بكل بساطة بكل سهولة علشان اقرأ لازم اعرف صوت الحرف يبقى علشان الواحد يقرأ لازم ييتعرف على اصوات الحروف طيب شو هي هو صوت الحرف لما يكون في عنا حرف عليه حركة بعطينا صوت طيب نخل مثال عليه الحرف مثلا لو اخدنا مثلا الحرف الضاد هذا اسمه ضاد حرف الضاد ضاد لما تيجي عليه حركة زي الفتحة اسمها حركة الفتحة فتحة اسمها فتحة رح يعطينا صوت ضا اذا لما يكون في عنا ضاد اسمه ضاد وفتحة اجت عليه الحركة فتحة اعطانا الصوت اللي هو ضا طيب كل شيء احنا شو خططنا علشان نتعلم القراءة رح نحط نقطتين اول نقطة رح ندرس الحروف كاملة مجرد يعني اسم الحرف رح ندرس الف با تا نتعرف على كل حرف شو اسمه بعد ما تعلمنا اسم الحرف رح ندخل على صوت الحرف شو هو صوت الحرف يعني الحركات الفتحة والكسرة والضامة لما تدخل على الحرف شو بصير صوته يعني لما تدخل الفتحة على البا بصير با لما تدخل الكسرة على البا بتصير بي وطبعا في كل مرحلة ناخد كلمات وبنعرف كيف نتهجة هذه الكلمات لحد ما نصر نعرف نقرأ كل الكلمات في كل الحركات اذا رح نبدأ بالحروف المجردة الحروف المجردة شو رح اعمل فيها يعني اول شي رح اعرف اسم الحرف مثلا با هذا اسمه با ضاد قاف الطالب او المتعلم او الطفل يعرف انه هذا اسمه با هذا اسمه ضاد هذا اسمه قاف بعد ما عرف اسم الحرف مثلا خلينا بدأ هو بالبا فهو بعرف اسم البا يكون عارف انه شكل البا في اول ووسط واخر الكلمة اذا اول شي اسم الحرف بعدين اشكال الحرف ثالث نقطة لازم يكون عارف امثلة على الحرف يعني لم يكون عارف انه البا بقرة تبدأ بالبا ضاد ضفضع قاف قرد وهكذا الحركات الحركات عنا 20 حركة يعني الحرف الواحد له 20 صوت لو اخذنا مثال حرف البا العشرين صوت لحرف البا با بي بو با بي بو بن 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 الحرف الساكن ما بصير يطلع ينطق يطلع صوت ولا بدون حرف قبله فرح نحط قبليه حرف قبله مثلا لو حطينا الا هنقول اب نفس الشيء المشدد با با بي بو با با بي بو با 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 مبروك عليكم تعلم القراءة باللغة العربية ان شاء الله تابعوني بهذه القناة لشان نتعلم مع بعض